إلى متى يعني أنا حقيقة أمبارح طبعاً وخليني على شاشة النادي لأهلي طبعاً أقول مبروك لنادي الزمالك الفوز ببطولة أفريقيا للفوليبولت سيدات أمبارح مارثون طبعاً شرف للرياضة المصرية وللكرة الطائرة عموماً أن يكون نهاية أفريقيا بين فريقين كبار فريقين مصريين وأنه لقى في النهاية يروح لمصر ومعنديش أي خجل أن أنا هني نادي الزمالك في مباراة شفت الأسف أن إحنا اللي فرطنا فيها أو كنا الأقرب لها لكن في النهاية الزمالك عمل جيم كواس جداً وطبيعاً أن أنا أقول مبروك الأهم عندي من ده في النهاية يعني لازم كلنا نسأل بعض بالذات الناس اللي دايماً في موقع مسئولية ممكن كأداري ممكن كأجهزة فنية ممكن كلاعبين والأكيد طبعاً كأعالميين هي رياضة ولا حرب يعني هي الفكرة أنه نتنافس مع بعض تنافس شريف أنت هتكسب مرة وأنا هكسب مرة جمهوري يفرح مرة جمهورك يفرح مرة وأنه الخسران يهني الكسبان في إطار من الودة والإحترام وأعتقد أنه العلاقة بين الأهل والزمالك طول عمرها فيه استثناءات آه فيه مطبات آه بيحصل وارد لكن في النهاية الأساس في العلاقة إيه؟ متين وراسخ تبتكلم على اتنين من أكبر الأندية الرياضية مش ومصر خلينا نقول في أفريقيا وفي العلام العربي واللي أنا أعرفه أنه مهما كانت المنافسة قوية أو مهما كانت المنافسة عنيفة حالة السجال دي على كل المستويات مش المفروض أن ده خدنا أن نحن نحولها لساحة حرب أن نحن نصدر ونظلم معانا للأسف لأسف فيه ناس مش مدركة قد إيه بتظلم معاها الجماهير قد إيه بتظلم معاها شباب الصغير الولاد اللي يمكن تجربتهم مساحة النتجة عندهم مهاش كبير قوي بتصدر لهم عقد وتصدر لهم خطاب كراهية وبتصدر لهم خطاب غل وبتصدر لهم أهل فتنة يعني أهل اللي بيحصل حقيقة من بعض الناس هم صنع فتن وهم مش يعني طبعا أنا متفاهم طبعا فيه ناس بتحب قوي تكسب من ده يعني فكرة الفتنة دي فكرة أنك أنت تمشي عكس الطيار حتى لو الناس هتهينك وتشتمك هي مدرسة وفيه ناس شطر قوي فيها اشتم زي ما أنا مش عايزك تحبني أنا عايزك تكرهني وتشتمني فيه ناس بتكسب قطهم ورادية وقبلة عنه في سهب ده لكن إنه في كل حدث بقى هنقعد نقف على الوحدة ونطلع أسوأ ما فيه ونحاول نتلكك ونحاول نصير غضب ونحاول نقول ليه ومش ليه يعني يعني ما أعتقدش أنه حتى فكرة ركوب الترند بقت محترمة قوي بالشكل ده إركب يسيدي ترند بمجهودك وبفكرك وبعرقك لكن فكرة أنك أنت تشتغل على فتن مبارح طبعا بعد المطش كلام ده تقال ولا حقيقة مستوعبتش طب يعني مفترض أنه يعني يعني أنت فرحان ببطولة وبطولة مهمة وأخيرا فيه فريق هيلعب في كاس العالم وهيمثل مصر وهيمثل أفريقيا خلينا نفرح يعني على أهل قول جمهورك خلينا نفرح لكن سبنا كل الحدث ده وسبنا فرقتين من مصر في نهاية أكبر بطولة فوليبول في أفريقيا وسبنا من تأهل نادي مصري الكاس العالم ومسكين بقى في مين ليه منزلش يسلم على إيه وإنت لأسف شديد عن جهل شديد جدا بالبروتوكول الحقيقة مش شايف أي دافع منطقي غير أنه هو يا إما تعصب شديد جدا تعصب أعمى يا إما كراهية لأي حاجة متعلقة بالفريق المنافس يا إما رغبة في الانتقام يعني كلها سودويات كلها مشاعر سودة الحاجات دي ليها بروتوكول وليها أسس وليها أصول وما يفعش أبدا نشكك في نوايا الناس وما يفعش نطرح أسئلة مش في محلها بما أن احنا على الأقل في ناس كتيرة بتشوفنا أو بتتبعنا يعني خلي الأمور ماشية في إطارها أو في السياقها الصحيح وحاولوا شوية يعني تصلحوا من أخطأكم لأسف ما زلنا الحقيقة يعني 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 بندفع تمانها كلنا لغاية النهاردة احنا بنقول الأهلي والزمالك وعلاقة ود واحترام ومجلس إدارة النادي الأهلي راح ومجلس الزمالك استقبله أفضل استقبال وقلنا فتحنا صفحة جديدة وما فيش أي مشاكل ليه بقى التعليق على فكرة المهانس خالد مرتاجي ما نزلش سلي ومش مطلوب منه أنه ها ينزل يسلي وبالمناسبة الحقيقة دي بطولة قرية مبدئين ما هيش بطولة محلية البطولة دي ليها بروتوكول خاص بيها بيحكمها أسس أو نظم حددها بروتوكول اتحاد الأفريقي البطولة دي بيترأسها السيد محمد دماطي عضو مجلس تدارة النادي الأهل وهو بنفسه كان موجود وقت تسليم ذات وبالمناسبة مش عايزة تقارن وبرر الحقيقة يعني فكرة أن أنا تديك دليل على أنك أنت ماشي في سكة غلط أو بتقول كلام غلط أو كلام مالوش معنى في توقيت مالوش معنى مش محتاجة برر ده لكن هقولك ارجع مثلا لنهائي بطولة أفريقيا اللي كان برضو بين الأهلي والزمالك وبردو الأهلي كسب البطولة وهتلاقي برضو أنه كان كابتن خطيب بالمناسبة أعتقد موجود في الملعب في الصالة وكان مهانس خالد مرتاجي كان موجود في الصالة ما نسدوش سلمه على لعبة هو كابتن خطيب يمكن في الآخر خالص بعد المرسم نسل سلم الكاسل عبدالله عبدالسلام كابتن فريق لكن ما تواجدوش أو ما تحتمش عليهم التواجد لا بسبب أنه الأهلي طرف في المباراة النهائية ولا بسبب أنه الأهلي بطل البطولة بطل النسخة دي من البطولة لكن المسؤول عن تنظيم البطولة أو مدير البطولة كان متواجد وسلم ليه بقى بنعمل آه يعني مين اللي بيسلم الكابتن نزل في النهاية خالص بس دي لقطة من مباراة نهاية أفريقيا أهلي وزمالك برضو أو نهاية أفريقيا أهلي وكان فريق كان فريق تونسي مش فاكر اسمه إيه لا المهندس خالد مرتاجي نزل ولا أي حد نزل أهم بيبقى مولدية أبو سلم آه مظبط فهي القصة بس إن إحنا يعني نحاول نبعد عن الفكرة ده شوية فيه حاجات كتير جدا جدا في الرياضة تحديدا إحنا مش سوبر السوبر يعني إحنا مش سوبر السوبر إحنا عندنا حاجات كتير جدا محتاجين نركز على إيجابيات يعني محتاجين نبني بدل ما إحنا بنهد مباراة دي المباراة كانت تتلعف صلت في نادي الأهلي داخل نادي الأهلي وتم استقبال أعضاء مجلس الإدارة بأفضل شكل ممكن والشكل اللي يليه بقيمة وبتاريخ وبحجم نادي الزمالك كيفش داعي إن إحنا يعني نحاول مش بس نبص على السلبيات أنا مش شايف حتى إنه فيه سلبية ممكن نبص عليه أنا نحاول أو اللي بيحصل ده اسمه محاولة اختلاق المشكلات أو اختلاق السلبيات من لا شيء محاولة تصدير توتر وطبعا أنا فاهم إنه التوتر وجود حالة التوتر بين الجماهير ده لناس كتير قوي ولا أستثني من ذلك الجمهور الحقيقي يعني الجمهور صاحب مسؤولية مهمة جدا في القصة دي أنا آسف على الإطالة بس الكلام ده مهم جدا أنا متأكد تماما جدا إن الجمهور عارف النهاردة مين بيشتغل على إيه وإزاي لأن انتوا برضو جزء من تحملكم مسؤولية إنكم بتخلوا للناس دي تمن الناس اللي طول النهار بتقول أي كلام فأي كلام الناس اللي طول النهار بتهاجم بس عشان تعمل ريتش الناس اللي طول النهار بتحاول توسع من الفجوة بين الجماهير ما احنا بنشوف مطشاط أهلي وزمالك جماهير كامل العدد برا مصر طابلو الجمهور لوحده طابلو جماهير زمالك قاعدة فس جماهير أهلي جماهير أهلي قاعدة فس جماهير زمالك ده بيغني الفرقته وده بيغني الفرقته وده بيحترم الفرقة التانية وده بيحترم الفرقة التانية شوفش أي خروج على النص يا دي علاقة طبيعية جدا على فكرة بس انتوا اللي سبب في توطر العلاقة هنا حقا شغالة طول النهار بتملد الأدمغة بأفكار في منتهى السوق تشوي حقايق تزرع تعصب تخلق مساحة تخلي الناس بتكره بعض ليه يا جماعة دي رياضة في الأول وآخر مش حارب وأنا قلت لكم قبل كده هنا شوف على مدى وقدر المنافسة الكبيرة جدا اللي بين الأهل والزمالك أو حتى الأندية اللي عندها جماهيرية يعني الاتحاد عنده جمهور كبيرة الإسماعيلي عنده جماهير كبيرة المصري عنده جماهير كبيرة أتمنى 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 الأندية دي تبقى في أفضل أحوالها الحقيقة يعني اللي بيدور على صالح الكرة في مصر يتمنى أنه والأندية الشعبية ترجع والترسانة ترجع والمنصورة ترجع الجمهور هو مبارح شفت مطش الفوليبول الجمهور الحقيقة مدي مطش الفوليبول سيدات آخر حاجة ممكن تفكر أنك تفرج عليها صحيح طبعا البطولة مهمة بتكلم في نهاية شامبيوز ليج وكل التأدير والاحترام مش عنصرية والله بس أنا أقصد أقول يعني على مستوى الأوليات بالنسبة لنا إحنا كورة القدم ممكن بسكت هانبول طبعا لأنه مصر متقدمة جدا فيها لكن شوف الجمهورة عمل إيه في مطش مبارح بص الحالة أنت بتفرج على مطش كانت تفرج على مطش عالمي فما فيش داعي إن إحنا محتاجين نبني الجسور بدل ما إحنا بنهدها وبنوقعها وأتمنى بقى من القائمين يعني السوشال ميديا خارج السيطرة يعني السوشال ميديا مش تقدر تعمل كنترول الوحيد اللي يقدر يعمل فلتر وكنترول ويقفل حنفية الهباب اللي نزلة دي هو الجمهور لكن على منصات الإعلام سواء رسمية كانت خاصة بقى بقنوات أو بمواقع إلكترونية أو بحتى صحف ومجلات أو بتلفزيونات وقنوات لا محتاجين نبني الجسور عشان كده إحنا رايحين في حتة نقطة اللي رجع زي ما بيقوله أنا آسف جدا على الإطالة